تعتبر اللوحة ودوية من بين أقدم الوسائل التقنيدية التي تستغلها الكثير من المدارس في تحفيظ القرآن الكريم كما تعتبر هذه الوسائل من بين أقدم الوسائل لحفظ القرآن الكريم المزيد في هذا الرابط 11 هنا داخل هذا البيت العامر بذكر الله وبترتيل القرآن الكريم ببلدية رقيبة ولاية الوادي تقع مدرسة الشيخ العيد كحلة بأولاد جامعة التي شقت طريقها في خدمة كلام الله عز وجل من أجل بناء جيل جديد قاعدته الأولى القرآن الكريم نحن ندرس دائما باكرا وفي الأطلة الصيفية نضاعف منجهوداتنا لحفظ القرآن إن شاء الله ونحن ندرس بطريقة تقليدية وهي باللوح والقلم كما يقال قرآن المجيد في لوح محفوظ وهذه الطريقة طريقة متوارثة عن الآباء والأجداد وهي تساعد على تكريس الحفظ وضبط القرآن إن شاء الله يتوفد إلى هذه المدرسة طلاب وأبناء الجهة فيزيهم التقليدية الذي يعكس هوية المنطقة ومكانة أهل القرآن لديهما والشاشة الأبيض قطاء للرأس لا جدال فيها لكل وافد يحمل لوحة خشبية يتم فيها كتابة ما سيحفظه خلال يوم كامل دراس القرآن الكريم منذ الصباح الفترة الصباحية نقول الصبح منذ الصبح ننبس الشاشة والقدورة اللوحة نكتبها بالدواية والقلم نذهب لمدرسة القرآنية الزاوية من الصباح الباك والعشة مبكرة شوي حكم رأي سخانة والطريقة ديوانة الدواية من أجدادنا بكرة الدواية والقلمة لوحة مرصعة بحبر تقليدية صنعة من صمغ الأغنام والصوف ولوحة خشبية تغير ملمسها بعامل الطين الذي يمحو به ما تم حفظها مدرسة الطالب العيد كحلة يزداد التوافد عليها ويتضاعف مع فترة الصيف من كل الأعمار والفئات لما الإفراغ الأبناء وفرصة لمضاعفة الحفظ واستغلال الوقت كاملا برنامج التدريس في هذه المدرسة في مدرسة الإمام العيد كحلة ببلدية القيبة ولاية والسوف كما هو معلوم أن في فصل الصيف يتضاعف العدد حيث نستقبل أعدادا ضعف الأعداد التي كنا نستقبلها فصل الشتاء لأن التلاميذ تفرغون بدراسة القرآن الكريم في هذا الفصل الشاشة، اللوحة والدواية رموز لا يزال يحافظ عليها هنا طريقة من أجل النهل من كلام الله على طريقة الأجداد والتي يعتمد عليها الشيخ لما لها من وقار في المظهر في الشاش وتدوين الآيات وترسيخها إضافة إلى إمكانية التصحيح مع سهولة المحوة التي تعتمد على مادة الطين والماء طريقة تدريس التي نعتمد عليها في هذه المدرسة هي الطريقة التقليدية التي تعلمنا بها القرآن عند مشائخنا وما زلنا نعلم بها إلى اليوم لما وجدنا فيها من إيجابيات ومن مميزات حيث أن هذه الطريقة التقليدية وكما تسمى بشنقطية أثبتت نجاحها وأثبتت كذلك نجاعتها مع الطلاب مقارنة بطرق تدريس أخرى هذه الطريقة على اللوحة والقلم والدواء ما تسمى عندنا بالدواية هذه الطريقة لها عدة إيجابيات من إيجابياتها ترسيخ الحفظ عند الطالب قد أشار الله سبحانه إلى ذلك في قوله قل هو قرآن مجيد في لوح محفور بمثل هكذا أجيال ودفع من الأولياء ومثابرة وتحمل من المشايخ نصنع جيلا يعانق عنان السماء في الحفاظ على أمانة الأجداد وردع الأعداء عن هذا الوطن وصونه من كل مكره مصنع إلى نهاية عدد اليوم من برنامج جزائريون ما بقالي نقول لكم إلا تلاف رواحكم تلاف صحتكم ووعدنا يجدد الأسبوع القادم إلى اللقاء